السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 25 آب أغسطس القمر اليوم موجود أيضا في برج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية يوم الغد الساعة 3 و 3 دقائق فجر الغد بتوقيت جرينتش وفجر يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 12 و 12 دقيقة ظهرا ظهر اليوم الأحد بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهاقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها أو الأعمال أو الأورام ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر بما إنه موجود في برج الثور معناته اليوم نصبح أكثر حذرا ومن ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح يكون الساعة أربعة وستة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسب للسيطر على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وأربعة وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع وهي مصدر للتوتر وخصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبيين من زيادة الأحمال فممكن إنها تعرضهم للحوادث وما منحسن التحكم في أفكارنا ولا في كلامنا ولا في ذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفائلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها خلال هذا اليوم إلا إذا كانت اضطرارية عنا العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم طبعا لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية اليوم لها هاي الأعضاء ولكن باقي أعضاء الجسم طبعا ما فيه أي مشكلة مناسب أيضا هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثاور ليوم الغد كل المسار القادم رح يكون يوم الغد الاثنين بيبدأ الساعة 41 دقيقة فجرا بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و3 دقائق فجرا بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمر 21 يوم الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش نبدأ باليوم لاثنين وعشرين نسبة الإضاءة ستة وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم اثنين وعشرين تسعة سعيدة بنسبة ثلاثين في المية الآن ساعة الفجر منتحسة بنسبة عشر في المية ساعة المساء منتحسة بنسبة أربعين في المية القمر في الثاور حتى يوم ستة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة عشر في المية الآن ساعة الصباح منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الأسد بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين ثمانية منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في العذرة حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية منتحس بنسبة ستين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم أربعة تسعة سعيد بنسبة عشر في المية المشتري في الجوزة حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلوب يتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل هذا اليوم يحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تنشغلوا اليوم بالاتصالات أو الزيارات أو تهتموا لترويج خطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجع وحاول أنك تعالج المسائل الإدارية والتمولية اللي بتتطلب توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم أكثر من يوم أمس وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة يتدعم من مركزكم الاجتماعي القمر رح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية وبيدعوك الجو بدل جهد من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم وهذا اليوم زي ما حكينا من أجمل أيام الشهر وأكثرها دعما لك خذ المبادرة وكون شجاع برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة هذا اليوم أيضا بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني لغاية صباح يوم الغد لا تتحسن الأمور بشكل أفضل حاولونك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا ترهنوا على الحضوظ ممكن تعانوا من الركود ومراوحة المكان وما تجزفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار مشوشة والظروف مخيبة للآمال برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته وبترافقك رياح مؤتي رغم الضغطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد وتعتبر هاي فترة مناسب للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتطلاق مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين هاي فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيه قلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم مش إنك ما ترتبك في المواقف الحساسة والجو العام في صعوبه برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد اليوم من خارج البلاد وبتنجحوا أيضا في مساء تتعلق بسفر أو اتصالات أو تعامل مع أجانب وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتزيد فرص النجاح بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي إلى وصلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك وتأخذ المبادرة في الاتجاه المذكور قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت إزعاج أو عدوة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا يعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم حاذروا الانفعالات بيصعب التفاهم معكم وممكن تقعوا في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر فممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة كن صبور ما تتذمر لأنها هي فترة خالية من الحظ برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز حصة الأسد منه نظم جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة خلال هذا اليوم وما تلتهو بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهدك وطاقتك لحظ النجاحات والأرباح وراقب وضعك الصحي أيضا في بعض القلق المهني وابعد عن الخلافات مع زملائك بالعمل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي ترغبوا اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات بترغب في استكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل أجواء رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهمش إنك ما تسمح لعوطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتسعي التحسين موقعك في العمل ولتثبيته وقدم المساعدة للي بيحتاجها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار كون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي حواليك وتفهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوي بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء